بعد أعمال التخريب والضمار اللي حصل وشفناه في ميدان ربعة وميدان النهضة القوات المسلحة تعهدت إنها هتشتغل وترمم المسجد والأماكن اللي تحرقت بعد الاعتصام وده بالفعل اللي حصل وبعد ثلاث سنين من فض الاعتصام المسلح الدولة ردت الاعتبار للميدانين دول سمت الأول بميدان شهيد البطل هشام بركات ورممت تمثال نهضة مصر بالكيسة الدولة تصلح ما أفسدته جماعة الإخوان نعم هذا ما نراه بمجرد النظر إلى ميدان الشهيد هشام بركات الرابعة سابقا الذي نجحت القوات المسلحة المصرية خلال ثلاثة أشهر فقط من تحوله من كبوس الاعتصام الذي قامت فيه الجماعات الإرهابية بقتل وتعذيب الآلاف من المواطنين إلى حلم مبدلين تفاصيل النقمة التي شهدها الميدان من عنف ووحشي على يد جماعة الإخوان الإرهابية إلى نعمة تفتح أبوابها وطرقها للجميع أنا واحدة من الناس عادت 52 يوم في بيتشي ما فتحتش خالص لأني لو فتحت المحل ما كنتش عارفة استرده تاني والحمد للأنا جيت محلي تاني الحمد للأنا بشكر ربنا أحمد فرلو وربنا يخلنا الرئيس يا رب بالنسبة لأجوال الناس اللي كانوا عادين هنا تيه بصراحة حاجة يعني بصراحة مش كويس يعني بالنسبة للأعداء والحياة الزبالة والناس اللي بتخلوش الناس اللي بطلة تروح لشغلها أعمال التطوير والإصلاح لما أفسدته جماعات تتخذ من الدين سطارا شملت ميدان ومسجد ومستشفى رابع العدوية والمناطق المحيطة بهم والطرق المؤدية إليهم بلغت تكلفتها 85 مليون جنيه بمشاركة المحافظة والقوات المسلحة وتم إزالة ما يقرب من 6500 متر مكعب من المخلفات فتم عادة تهيل المسطحات الخضراء وعادة ترميم شبكة المياه وتطوير الحدائق التي تم إحرقها بالكامل وانتقالا إلى ميدان النهضة والذي استغرقت أعمال تطويره 45 يوماً وتكلف 25 مليون جنيه حيث تم عادة تأهيل وإصلاح تمثال نهضة مصر بعد التشوهات التي لحقت به بالإضافة إلى النصب التذكري عن طريق جهات متخصصة ورصف المنطقة وتشجيلها بالكامل وتوسعة شارعي نهضة مصر والجامعة وإصلاح أكشاك المرور بالمنطقة وشبكات المياه والصرف الصحية